هكذا تم ترتيب كامل التجهيزات للتوجه نحو المدرسة الإلكترونية ومع تواصل جهود في تسييد هذه المدرسة النموذجية اختيرت لها منطقة المنصورة المصنفة كمنطقة ظل لتكون التجربة رائدة في مجال التدريس عبر استغلال الوسائل التكنولوجية الإلكترونية فازت وليت غردائي من المدرسة الرقمية في منطقة نائية المنصورة في منطقة بنحمودة الشهيد بنحمودة العربي تم تركيب الأجهزة الخاصة بالمدرسة الرقمية واللاحظ بأن الطابلات موجودة الآن ونحن على استعداد لاستقبال أبنائنا التلاميذ في هذا المنتوج الجديد كل تلميذ عنده طابلات خاصة به تقعد معاه من سنة أولى للسنك ياماني خاصة بالتلميذ المتمدرس وكل طابلات فيها الأنشطة باش يقدر ديركتور معاه الأستاذ يتبع ويحل التمارين بلا كراس بلا الآخر حل ديركتور معاه في الطابلات فبعد الانتهاء من عملية تركيب كل الأجهزة وتوفير الألواح الإلكترونية لتلميذ سيتم الشروع في تكوين الأساتذة في طريقة الاستخدام لتصل المدرسة الإلكترونية إلى مراحلها النهائية في انتظار أن تفتح أول مدرسة من هذا النوع أبوابها مع بداية شهر القادم إن شاء الله في الأيام القادمية الأساتذة يتلقون التكوين الخاص بعملية التدريس وتعطينا إشارة إن شاء الله لانطلاق العملية للتدريس بالطابلات التركيب تم مئة بالمئة وكل التجهيزات حاضرة وجاهزة لأجل التدريس فقط الدورة التكوينية للاستعمال فقط أما من ناحية التركيب والتجهيز كل شيء مئة بالمئة المدرسة الإلكترونية جاءت حقب توصيات رئيس الجمهورية والتوجه نحو المدرسة الإلكترونية وتعميم التجربة بعد نجاحها يتمكن من إعطاء قفزة نوعية لطريقة التعليم العصري وتحول نحو الرقمنا في كل المجالات